مع هجر الحنيشي دكتور مرحبا بك بحدنا في EFA مرحبا بك هجر ومرحبا بالياسماء فينا كل شكرا على الاستضافة عايش كاتك الساحة لي خليق قبل ما ندخل ونحكي في الموضوع متاعنا زميلتنا ياسمين حضرتنا روبرتاج على تضايق العمود الفقري على مستوى الرقبة نسمو وبدنا نرجع التضايق الشوكي يصير وقت اللي تكون المساحة داخل العمود الفقري صغيرة برشا الشي اللي يتسبب في الضغط على الحبل النخاعي والأعصاب اللي تتعدى في وسط العمود الفقري ويصير التضايق الشوكي في الغالب في آخر الظهر وإلا في الرقبة الأعراض تكونوا جايع ودقين وضعف في العضلات وتنجم تزيد حدة الأعراض مع الوقت كما تنجم زيدة الأعراض ما تظهرش على بعض المصابر نفس الأعراض هذه تقريبا تظهر في حالة التضايق الشوكي اللي في الرقبة الدقين، ضعف في اليد أو الذراع أو السيق مشاكل في المشي والاتزين وجاعة في الرقبة مشاكل في الأمعاء أو المثانة والسبب الأكثر شيوعا للإصابة بالتضايق الشوكي هو التهيب المفاصل اللي نجم يوصل لظهور عظمي تصغيرة زيدة في العمود الفقري ولت نجم تصير مشكلة في اليديسك وإلا الأقراس ولدورها تمتص الصدمات بين الفقرات متع الظهر في حالة يصير تسرب جزء من المادة الدخلية متع الديسك ويضيق ويضغط على الحبل النخاعي وإلا الأعصى ونذكر أسباب أخرى منها الأورام واللي قليل تتكون داخل النفق النخاعي وزيدة إصابات العمود الفقري بسبب حوالث الطريق وإلا الصدمات اللي تتبب كسر في عظام العمود الفقري ولا خروج العظم من بلاستو بيكونا نسمع في زميلتنا ياسمين دوك نعود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو تضيق العمود الفقري على مستوى الرقبة مرحبا بتليفوناتكم على الواحدة وثلاثين ثلاثة ميو ثمانين نكتشف معك دكتور ديجا ماذا هو المرضى ذي؟ نحن اليوم بش نحكيه على سكونة أبير لاميلو باتي سيرفي كالتروزيك بش نجمو نفهم بش معناها بالضبط يجبنا نذكروا اللي العمود الفقري في مستوى الرقبة متكون من مجموعة فقرات مجموعة اللي هما سبع فقرات اللي في وسطهم فم قناة عصبية القناة العصبية أو قناة شوكية يتعدى فيها النخاع الشوكي واللي هو دائر بالماء اللي كي تسفده رشد ياع ولا الماء الشوكي اللي هو وظيفته بش يحمي النخاع القناة الشوكية هذي محمية من مجموعة مكونات اللي هي الفقرات الغذاريف اللي ديسك اللي مبين اللي مبين اللي مبين لفرتابر ومجموعة أربطة من الأمام ومن الخلف الأربطة هذي زادة تخلي مبيناتها تتعدى فيما قنوات صغيرة تخلي الأعصاب يخرجوا من النخاع ويمشوا لليدين الميلو باتي سيرفي كالتروزيك هي الضغط اللي ناتج الضغط على النخاع الشوكي اللي هو ناتج على التضيق في القناة العصابية سوغونديرمون دي فنومين دي جينراتيف كي نقوله دي جينراتيف ماناها مرتبطين بالعمر هو تآكل اهتراء في الفقرات خشونة أو في العظم أو نتوئات عظمية لزوستيوفيت ايونارين ديسكال انزلاق غضروفي الأسباب بهذه الكل تنجم تعطينا تضيق في القناة الشوكية وبالتالي تعطينا ضغط على النخاع وتنجم حتى في مرحلة متقدمة وتعطينا ضرر في النخاع هذا مثلا اللي يفرقها على سكونابال احنا لارتروسيرفيكال اللي هي ما توصلش لمرحلة الضغط على النخاع هي الامام في نومين دي جينراتيف تقريبا لكن ما توصلش لمرحلة الضغط على النخاع ممكن نقوله ميلو باتي سيرفيكال تروزيك ولا ضغط على النخاع نتيجة تضيق في القناة زادة نخرجوا الأسباب الأخرى اللي هي الأورام الأكياس الالتهابات الجرثومية ولا غيرها اللي هي زادت نجم تعطينا ضغط على القناة العصابي بي شكونهم أبرز لعباد دكتور اللي نجم يصعبوا بالمرض هذي ولا بالأشكال الصحية داكر بون احنا بش نحكيه صورتو معناها على كما قلت انت وشكونهم المعارضين للأشخاص بون بردي فينيسيون هو ضغط على النخاع نتيجة دي فينومين دي جينيراتيف معناها ناتجة على العمر أول حاجة دونك أول فاكتور دوريسك هو العمر العمر قد ما نكبرو احنا في العمر قد ما التآكل والإهترا يصير تقريبا نقولو 90% ولا 8% من الأشخاص اللي عمرهم أكثر من 60 سنة عندهم ينوميلوباتي سيرفيكاتروزيك العراف نجم تكون بسيطة نجم فماش عراف كما نجم تكون متطورة السببب الثاني هو سبب جيني جيني تيكمو احنا من اللي نتولدو الدياماتر والقطر متع القناة هذي يختلف من شخص إلى شخص فما يكون اللي يتولد أن كانال سيرفيكال لارج القناة تكون واسعة إذن حتى لو يصيروا اهتراقات والتي تصير حتى المعناها انزلاق وظروفي صغير ما توصلش لمرحلة ضغط على النخاء فما يكون بالعكس اللي من يتولد يتولد هذا كان كانال كي اترواء دونك أي اهتراق صغير أو أي نتوئات صغيرة أو أي انزلاق ضروفي صغير ديريكتما بشي يعطينا ضغط على النخاء الشوكي مه عنا حاجة أخرى زادة جينيتيكمو نحن في شمال افريقيا تونس مغرب جزائر ليبيا عنا مهالي جابوني مع اليابانيين فما يكون مالادي دي جابوني اللي هي تصلب في الأربطة خاصة الأمامية للقناة كالسيفيكاسون دي جامون الجيتنا البوستيريو اللي زادة تعطينا ضيق في القناة العصبية وتعطينا ضغط على النخاء الشوكي ولي هي منش جي جوني غالما علش جابوني كهو سي جينيتيك جينيتيك معناها موجودة عند اليابانيين وبالزهار موجودة عنا احنا زادة في شمال افريق عنا عرق جابوني عنا عرق جابوني اكزاكتو باي السببب الثالث هو لموفيزي هي الانسان اللي ميتبقش القواعد الصحيحة مثلا اللي هزور برشا ينجم يعطينا نتوئات وانزلاقات غضروفية اللي يتعرض لميكرو ترماتيزم معناها ضربات صغار على مستوى الرقبة باستمرار مثلا اللي سوق مسافات طويلة خاصة اللي سوق شاحنات البوالور متعرضين لديسوكوس اللي يعطي ميكرو ترماتيزم اللي بالوقت معناها يسهلوا من معناها من ظهور الأعراض ويصير الضغط على النخاء فما حاجة الحقيقة تريس امبرتون حاجة هاما برش نحب نركز علىها شوية اللي هي الانحيناء المتواصل للرقبة اللي هذا خاصة يظهر عند الناس اللي يستعملوا جهاز الكمبيوتر بصفة طويلة وخاصة خاصة خاصة اللي يستعملوا التليفون الفترة طويلة معناها الناس تقريبا مضبنة على التليفون تعدي ساعات وهي شدة التليفون وتغزر لوتا هذا يسهل من ظهور تشوهات في الفقرات يمضي فورمسيون رشيديين ويخلينا تقريبا تتغير شريحة العمر عند المرضى اللي قاعدين نشوفه فيهم قبل كنا المرضى هذا نشوفه من 50-60 سنة طوال نشوفه حتى 40 سنة حتى 30 سنة وحتى 20 سنة تليفون تعدي فترات طويلة على التليفون في مفاذ بوستور تقريبا هذين الأسباب معناها اللي يخليه الأعراض تتعكر وإلا بالضبط وإلا يخلي المشاكل تظهر من الأول معناها يصير الضغط في القناة الشوكية وبعد يصير الضغط على النخاء بيه يوش نحكي شوية آخر جزء على الأعراض نعود أفكركم الموضوع اليوم هو تضايق العمود الفقري على مستوى الرقبة وحضر بحذانا دكتور فتحي بيوت طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب والعامود الفقري مرحبا بتليفونتكم على أهل fully تضايق العمود الفقري على مستوى الرقبة وحضر بحذانا دكتور فتحي بيوت طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب والعامود الفقري مرحبا بتليفونتكم على 메 kung 3380 ثم في الضغط على الأعرض كيفيش نجم ويعرفوا العبيد اللي عندهم المشكلة للصحية والمرض هذي باهي من اللون اللي يجبنا نعرفه إنه العمود الفقري في مستوى الرقبة وهو يربط ما بين الجمجمة وبقية الجسم تقريبا جل وظائف الجسم هي نتمنها تحت تحكم الدماغ إذن أغلب الأوامر ولا المعلومات اللي يجي للدماغ من الجسم هي تتعدى عن طريق الأعصاب المكونة لنخاع شوكي في مستوى الرقبة وهذا اللي يعطينا انتري جراند ديفرسيتي دي سمبتوم يعطينا عراض متنوعة جدا لحقيقة احنا بش نحاول ونركزوا على الأعراض المنتشرة معناها بكثرة اللي سمبتوم اللي بلو فريقان ينجم المريض من اللول يحس بوجعة في رقبته يحس هي تكون ناتج يعني تشنج في العضلات والشد عضلي قوي تنجم تخلي حتى المريض ما ينجمش يحرك رقبته معناها ويحرك راسه تنجم تعطينا وجعة في الرأس من التالي لوجاعة معناها توصل حتى لأعلى الرأس تنجم تكون على الجنب تنجم وراء الوذنين لوجاعة هذه تنجم تكون دي بي كوتمون معناها دقة ولا حرقان يحسها ولا تنميل تنجم تعطينا دوخة ولا احساس بعدم الاتزان بعدم التوازن تنجم تعطينا لو بكري حكينا على فمع قنوات اللي تخلي الأعصاب يخرجوا من وخاعوا ويمشيوا الليدي دونك لو الضغط صاير على القنوات هذي بشي يعطينا ضغط على الأعصاب هذي بطبيعة بشي يعطينا سكون أبيل اللي هي وجاعة من الرقبة تهبط على الأطراف العلية على اليدين توصل حتى ساعات حتى للسوابع نجم المريض يحسها يديه تنمل نجم يحسها يديه تحرق فيه ساعات المريض يحسها ينجم حتى يقفل الفلسة السورية في مرحلة أخرى ينجم يوصل حتى لدرجة الثقل أو الضعف العضالات المريض لا ينجم يهز يده الفوق تنجم تعطينا وجاعة في الصدر لو بالزهر في نفس الوقت فما الضغط على أعصاب اليد اليسرى المريض تلقى عنده وجاعة في صدره وجاعة ليد اليسرى اشتبه بارشا الحاجة في القلب بارشا مرضى يمشي والتبيب القلب يعملوا الفحوصات الكل وفي الأخر كل شيء لباس بشوية بشوية يرجعوا معناها للرشي السيرفيكال وهو السبب فما سمتوم تري تري فريقان اللي هو تروبل دولامارش اللي هو صعوبة في المشي المشي متاع المريض اللي عنده ينوميلو بتي سيرفيكال تروزيك الحقيقة واضحة نسميها إونمارش أتكسوس باسموديك ما معناها؟ أنه المريض في نفس الوقت تحس وعنده عدم اتزاء يمشي كأنه في كل خطوة بشي تيح في نفس الوقت تحس سقيهم مكبوسين يمشي كما الروبو دوك تروبل دولامارش هذا معناها سي تري فريقان خاصة لما الضرر يكون كبير على النخاء في مرحلة أخرى تنجم تعطينا زادة تروبل فيزيكوس فانكتيريان تنجم تعطينا لطف معناها على المرضى الكل توصل حتى لمرحلة الشلل كسوسوى في الليدين كسوسوى في الساقين كسوسوى شلل رباعي لو ضغط كبير وضرر كبير صاير على على مستوى النخاء طبعا معناها فما برشة أعراض أخرى لكن هذم هما لبلو فريقامون معناها فيو عند المرضى اللي يجونا العيادة تمتعان قديش حبدال الأعراض ذي بوش تتطور وتوصل للحاجات اللي احنا كنا نحكي فيهم لخلانهم مخاطرين لحقيقة ما نعطيك صحة على سؤال لأنه معناها لأنه الأعراض هذه هي ناتجة على اهترا وتآكل اللي هو بمرور الزمن الأعراض هذه تمشي تري تري لانطمو معناها تعطيك فرصة بش تركها لاروح تعطيك فرصة وفي أغلب الحالات تقريبا 8% من الحالات الأعراض تكون بسيطة وإلا مستقرة على الأقل معناها ما تتطورش بسرعة إذن عنا الوقت باش نتدخلوا وعنا الوقت باش نمشيوا للطبيب ونكشفوا على رواحنا ونفهموا بالضبط السباب القلق متعنا أسكن الأعراض هذه اللي كنت تذكر فيها دكتور معناها ديما متويتر أما الحدام تختلف ولا تمشي وتجيبش خاطر شنة غالماوكي تمشي وتجي لعبد يقول كاي يمشيت على روحها فهمت اكزاكتو معناها ستري زي امورتون زي دا كون كستيون على خاطر لو الأعراض هذه هي تنجم تمشي وتجي وتنجم تكون مستمرة هو المشكلة عند المريض اللي مجوسته المرضى تمشي وتجي راهو يلزم ننبهه المريض اني لو ألم في الرقبة يجي برشة مرات ويرجع أنتورتيكولي يمشي ويرجع ما يقول الجوست هذا تعب في الخدمة جوست ناليو مرقت معاوجه كل شيء ولا يقول عنا كلمة ويتعادة لا يلزم يمشي يكشف لأننا عنا احنا لموانيا عندو دياجنوستيك عنا طريقة الكشفة اللي بش تخلينا نعرف هل فما ضغط على النخاع ولا لا وهذا بش يبدل طريقة العلاج ها ها كيف نعرف التشخيص متاعنا دكتور باي التشخيص متاعنا بش يكون معنا مش نحاول يكون معنا هلو بلوتو بوسيبل يكون كشف مبكر ها 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 هذا بش يخلينا على الأقل نحاولوا انه معناها انستابيليز لملادي نخليه الأعرار تبقى مستقرة وإلا نحاولوا نحسنها لك الأول شي كي بش يجينا المريف بش نسهلو شنواليزانتسيدان اللي عندو شنواليزانتسيدان اللي عندو وفما معلومتين همين جدا اللي نقاحنا بش نعرفوا العلاج شنواليش نعملو اللي هو وقتاش بداول أعراف وهل الأعراض ها ها هم مستقرين ولا قاعدين يتعكروه ها 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 هم تريزان بورتون مبعد في الليكزامع متاعنا بش ركزوا برشا على البحث على على معناها على أعراض الخطورة اللي هما الثقل في العضلات خاصة بش نشوفو ها عدم التوازن متاعه مرتبط بالنخاع أو بالمخيخ ولا بالأذن المشاكل معناها في الثلاثة اللي نعطينا عدم إحساس بعدم التوازن بش نشوفو ليه رفليكس ولا ردة الفاعل في الأعضاء في الأطراف الكل اللي انجنيرال تكون اكزاجيري تكون معناها قوية أكثر من العادي في نفس الوقت بش نبحثو على أعراض لذيق في القناة العصابية القطنية في أسفل الظهر لأنه تريفريكامو معناها بكثرة موجودين لثنين في نفس الوقت سكونا بال إحنا لوكانير بيبولير خاصة عند الكبار في العمر في نفس الوقت تكون عنده ضغط على النخاع في مستوى الرقب وعنده ضيق في القناة العصابية القطنية وعاملة ضغط على الأعصاب الأطراف السفلة دونك بعد معناها الإكزامات كلينيك هذا مبعد عنا الإكزامات كومبليمونتير مجموعة كشفات ورفوحوسات اللي هو بشنوصلوا به الدياغنوستيك أهم حاجة والبرومي إكزامات عفا سيتونييرا سيرفيكال رانين المغناطيسي اللي هي أولا بشتخلينا نطمئنوا اللي ما فماش الأسباب ثانية للضيق في القناة العصبية من أورام أو أكياس أو حاجة أخرى بشتخلينا معناها بشتخلينا 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 نتأكدوا اللي فما ضغط على النخاع أول ثاني الماء الشوكي اللي هو داير بالنخاع بشتخلينا بشتخلينا الضغط صار على النخاع وبعد بشتخلينا سبب الضغط هالي هو يونيرينديسكا الهالي هو نزيلاكوذروفي هالي هو ضغط معناها متصلب للأربطة وإلا فما النتوئات عظمية هي متسبة في الفضيق هذا لدوزيام إكزاما سي لراديو ستندار لراديو ستندار معناها لراديو ستندار لحقيقة ما عندهش بلاسة كبيرة مزلو معناها مزلنا نعملوها لحقيقة ما ما عندهش بلاسة كبيرة خاطرها هي شونا ويشتورينا بشتورينا فمش ونديفورماسيون في معناها في الرشي ستندار هالفم زادة تآكل في الفقارات بشتعطينا عنفيت دي سيني انديريكت أما مننجموش نشوف عليها النخاع وهل في سيلا سيلا لا يوجد بلاسة لحقيقة اما نطلبوه يطلبو الجراح في حالات معينة خاصة لو يشك معناها في تصلب في الريبات الأمامي للقناة والليغامول الجديدان البوستيريور اللي هي تخلينا نغيره شوية في طريقة الجراحة معناها في حالات نادرة نطلبوه اخر حاجة هو التخطيط الأعصاب تخطيط الأعصاب وقتاش نستعال نطلبوه لما يكون لتابلو كلينيك لما تكون الأعراف مهيش واضحة ما زلنا نشاكين شوية في التشخيص متاعنا وإلا شاكين اللي مع الميلوباتي سيرفيكاتروزيك فما حاجة أخرى دونك بعد المجموعة الفحوصات هذي اللي نعملوهم مش نتأكدوا انه المريف عنده ضغط على النخاع نتيجة ضيق في القناة العصبية نتيجة معناها نعملو فينومين ديجنراتيف وقت لكي نعدي المرحلة العلاج كيف يحدث العلاج دكتور هل جراحي وإلا نجم نستبق بحاجة أخرى نجم نفسنا الطرف ومع نتعدي الجراح هو الحقيقة 80% من الأشخاص لا يستحق الجراحة لأن 80% عندهم أعراف بسيطة أو خاصة أعراف مستقرة لا يتعكر في الحالة لذا العلاج غير جراحي والعلاج الجراحي العلاج غير جراحي تقريبا 4 أشخاص النوع الأول هو الذي نرى أهم هو الإدوكاسي للأشخاص يعني تعلم وفهم ما هي المشكلة التي يوجد وتعلم خاصة القواعد الحياتية الصحيحة التي تعلم عمل الهيجيان دوفي يجب أن نفسر المريف أنه عنده ضيق في القناة العصابية أنه أي ضربة صغيرة أي تروماتيزم صغير يصير على مستوى الرقبة ينجم يعكر في الحالة ويعطينا ساعات معناها حاجات اختير بش يجب أن نبه أنه ممنوع عليه بشهز الأفقال كذلك هم بشهز الزرزين خاصة الأشخاص الكبار الذين عندهم صعوبة في المشي نبه أنه يحاولوا يمشيوا في أماكن لا تعرضهم أنهم يزلقوا ويتيحوا كما نقول لأنهم يتضرب على رأسه وتضرب على رقبته حتى السياقة تحاول يكون يحضروا أكثر من العادة يحافظ على استقامة الرقبة ديما الرقبة الفوق حتى تليفون نحاول نغزر الفوق حتى نقرأ ونحاول ونقرأ الفوق حتى التلوزق يجب تكون في ارتفاع به اختيار حتى المخدى كل إنسان عنده المخدى اللي تتوالم مع جسمه يجب يختار المخدى اللي خلي الرقبة متاعه مستقيمة مع بعقية النوخاع الشوكي إذن هي مجموعة نصائح اللي نفسر المريض الحالة متاعه وكيفاش يتفادئ التعكور متاح النوع الثاني من العلاج الغير الجراحي هو العلاج بالأدوية التلوزق سمتوماتيك معناها نعالج الأعراف لنعطيه مضادات للالتهاب مضادات للألام وسكنات للألام لنعطيه أدوية لفك الشد العضلي لو المريض عنده شد عضلي كبير لنعطيه أدوية التي تنقص شوية من الأحزاس بعدم الاتزان ومضادات ومضادات ساعات نستحق حتى الفيلتراسيون معناها دي كورتيكويد نحط ننجيكتوهم في وسط القانات هذه لنقص الالتهاب والضغط على النخاء الحاجة الثالثة هي الموبيليزيزيون نعطيه الكولي سيرفيكال الكولي سيرفيكال هذا ما بين الأسبوع والأسبوعين لا ينظم المريض يأخذ فترة طويلة يأخذ في الفترات أن يكون الألم قوي ووظيفتها سيرتو أنه تستبيليزي الرقبة وخاصة تخلي العضالات ما تخدمش ترتاح معناها يرتاحوا شوية ينقص عليهم الشد العضلي إذن تنقص الألم اللي على مستوى الرقبة جوستمو على الكولي دكتور خاترفان برشعبيدي يستعملوا هو حادهم كي يجيهم أي وجه عن طاع رقبة يستعملوا أسكير صحيح وإلى غالب والله هو لا هو الحقيقة وقت نستعمل الكولي سيرفيكال سيرتو إذا فما أولا رنديسكال سيبور ما تكون كبيرة برشع سيبور ستابليزي جسوم الفقارات ومتزيدش الرنديسكال وإلا إذا فما شد عضلي قوي نستعمل الكولي سيرفيكال لترطح العضالات ونعطيهم الوقت يصيرهم الارتخاء وفي كل الحالات لا يجب يفوت الاستعمال متاعه العشرة يام ولا جمعتين لأنه في الأخر ينجم يتسبب في ضعف العضالات لأن العضالات يشتلقى حاجة اللي هي استابليز العمود الفقري في بلاستها لذلك لا يستخدم بالكداء ينجم يصير فيها ضمور ولا ضعف لذا المنصوح بأنه لا نستعمل الكولي سيرفيكال الفترة طويلة أكثر من أسبوعين وليس واحد وليس واحد الحاجة الرابعة في العلاج غير طبيعي هي العلاج غير جراحي هي العلاج طبيعي جسما زادة كيف كيف الحقيقة ما ننصحوش المرضى أنه يمشيوا وحدهم لأخصائي العلاج طبيعي وليس يقول لهم عندي رقب تجعفية ولا عندي يدي تجعفية ولا اللي هو لأنه فيما فيما دي منوفر يعملهم خصائي علاج طبيعي فيهم خطورة على المريف اللي عنده ضغط على النخاع ممنوعين شفنا مرضى وصلوا للشلل معناها لأنه يلزم المريف يمشي للطبيب يكشف عليه خاصة بعد الرانين بعد اليرام ونتأكد لفما ضغط على النخاع وقت الطبيعي هو البرسكري شنو العلاج المنوف اللي تتعامل من عند الكنياء زكتمو وخاصة يفسر الكنياء يقول رهو اللي ذاذا عنده البرسكري وقت هو لخصائي علاج طبيعي واحد يعرف اللي فما ممنوعين ميزم يعملهم خاطر ينجم لسبب ضرر أكبر في النخاع والعلاج طبيعي خاصة هو أهم حاجة هو يعاون على ارتخاء العضالات وتقويتهم اللي من بعد يولي انكولي سيرفيكا اللي يحمي العمود الفقري ويخلي المريف الحالة متعكر حسنا حسنا لتعدي العلاج الجراحي سريع سريع نحضر التليفون حسنا العلاج الجراحي وقت ما نفعله لو الأربعة حاجات اللي قلنا في العلاج الغير الجراحي لم تقلق المريف مازال ما تقلق وخاصة أن الحالة متعود وتدعكر وقتها يلزم العلاج الجراحي الحالة ثانية أنه من أول مرة يجينا المريف للكشف نلقاه الأعراض اللي عنده أعراض متطورة عنده ضعف كبير في العضلات عنده صعوبة كبيرة في المشي ما تخليه وقتها وقتها لم ينتجه العلاج الجراحي والحالة الثالثة أنه نحن على الرنين نلقاه ضغط كبير برشة على النخاع وصل حتى لدرجة الضرر صارت ميلوباتي بأيضامل وقتها نقترح بالمرة العلاج بالجراحة لأنه معناها بالعلاج الغير جراحي ما في ماشي أمل كبير أنه يتحسن الجراحة تقريبا نوعي من العمليات تكون على حسب سبب الضيق في القناة العصابية وسبب الضغط على النخاع مثلا لو المريض عنده عملية قد تكون العملية قدام قد نحيه نحيه الديسك ونحطه في بلاست انديسك ارتفيسيال اون بروتيز العملية تكون بالميكروسكوب لو الضيق هو كامل من الجانب اليمين ولا اللي صار ولا من الخلف وقت هسيول المينكتومي العملية تكون من الخلف اللي هي توسيع للقناة العصبية ونعطيه الاسباس للنخاع الشوكي باش ما يصير عليه ضغط العملية هذه في أغلب الحالات معنا تقريبا نسبة نجاح نطاحها فوق معناها طيبة جدا وهي تكون تحسن حالة المريف أو على الأقل كما العادة نحكي على استابيليزازيون أن الحالة تكون مستقرة وما تتطور باي نعود بفكركم الموضوع اليوم هو تضايق العمود الفقري على مستوى الرقبة مرحبا بتليفونتكم على 31 89000 هجر الحنيشي تستنى في مكالمتكم 31 38000 إيافام أحلى غاديو نبدأوا مع أول تليفون معنا سيلوتفي مرحبا بك سيلوتفي عايشك مرحبا 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 بالدكتور عايشك مرحبا عايشك والله يعني جيد في نفس البرسة أسال يا أخي سبحان الله بيتنظم ما شاء الله لي الدكتور جاوبني على أسال أقبل من السلام عندي برسة يحكي آي برحك والله حتت نسمع فيها قديمة أجيب مواضيع به وفتحونا على الأخر أنت يا رحم والديك عايش بسنسلوا عني نفس الأعراض عندي شوية وجيعة في رقبتي بين إنشيط قبل في 2020 إنشيط عديت عليها قلي عندك ديبيو منعص ديبيو أرتروي هكا في سيسي الحشك هكا وطني دوية وقتها وستعملت الحمد لله وقلي من القعدة على الكورسي يعني الشيء أما ديبيو تعملت عندي أعراض للتنميل في سوابعي يحبط لي على سبع ديسار الشيئ ديسار بسم الله ماشاء الله هاو جاوبني اسمعت البرنامج جاوبني على الأسهل لكم باي نجيوبو دكتور اه باي حبيت نسلك ساعة اسكو عملت يا رام انت قبل ولا عمل شي يا رام لا أعطاني عملت وقت إيكو قال يعطاني بشي تعمل كيكو وقت نتكر 2020 عطاني كيكو ورجعت وبيت قال يرا يجيب لونت مجد كي بديت استعملت الدواء ولا بس وحس ترجعلي شوية تنمية في سبع الشرير بعيد ديسار مدام مدام فم معناها تعكر شوية في الحالة فم أعراض جديدة معناها ما كانتش موجودة في السابق لحقيقة ننصحك أنا باش تعاود ترجع لدكتورك وإلا معناها تستشير ويجبك تعمل لحقيقة يونيا رام يجبك تعمل صورة رانيين مغناطيسي باش نشوف هل فم ضغط على أعصاب اليد لسار اللي هي متسبت لك في التنمية هذا ولا لحقيقة في الحالة متاعك ليا رام لي كل نصف ساعة ولا كل 45 دقيقة تقوم من الكرسي متاعك نقوم ونمشي تعمل خطوتين ثلاثة رو مش لازم تخرج من بيرو ولا حاجة جوز تعمل خطوتين ثلاثة وبعد ترجع لروحك تكمل خدمتك مفهم حتى مشكل وحاول زادة عندك حتى في الخدمة متاعك معناها تتفادئ أنك تطبس برشا تحاول والقطني معنا في آخر في آخر الظهر أما على الرقبة سورته أنه يقوم مناهم سورته يحافظ على رقبة متاعه مستقيم أما ننصحك تعمل يا رام كومان باي ياتك ساحة دكتور شاء لطف عليك سي لطفي معنا مدام شادليا مرحبا بيك مدام شادليا مرحبا عايشك يا رحم ويبي مرحبا سلامة دكتور عسلامة مرحبا مدام عايشك يا رحم أنا من دميل كتار جدي كمال صارت يجي وعن في العصا قعدت يعني ثقيا حبسي عسلامة ممشي شخص يقول لي مرة في مرة عندك جلطة في النقاع الشوكي مرة كل مرة وأنا دميل كتار وأنا عالج ومتحسن شخص ديار أربعة ولا خمسة شهور قوان عايش ولا ظهري مجابر شوان بتكرم ترجع نمشي تتبي بالعظم على البلوكاج عندك في الزقبة وفي أسفل الظهر في ثقارات ولا لتنميل ولا كمسا قيام مكبوسة ولا موجوعة يا في حالتي سبطة ولا ترضينا حتى في كنت نمشي على قلش نبدل ونمشي ولي ترضينا مدام عندما مشيت الدكتور العظم عملت كيف عملت ليرام أم عملت ليرام وأنا معالج في الرازي وعملوا لك التخريف على الحصاب وعملوا للدنيا القل الرياضي يقول لها مدام مرابط تصلي لها جلت في النخاع الشوكي ونصف البقل وفا ما غير من نسمي ودويات مدام شدلي يسينو ودكتور ملخص الحالة مدام شدلي شنو تنصح والله إذا عاليا رام سيبون معنا شفنا فما جلت في النخاع الشوكي الحقيقة ما فماشي معناها كما ونقول ما فماشي حل جراحي في الوقت الحاضر هي نحاول بالأدوية نحسن أكثر ما يمكن من الأعراض متاحها ونحاول زادة انستابيليز الحالة متاحها حتى تمر الآثار متاع الجلتة دائما النخاع شوكي ولا العصاب صفعام عندها فرصة انها تصلح روح وانها ترجع لو فم أعراف ثانية مع الجلتة الحالة متاحها الدكتور الجراح اللي هو يباشر فيها ينجم يقترح عليها العملية الجراحية ويفسر لها الهدف لها وساعات مش انه بش تحصن على الأقل الحالة ما تتعكر وما نمشيوش المشاكل ما أخطر من اللي عندها دكتور أخشار لبطف عليك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا سنة ما اللي قالوا لي عندك في رقبتك واستعملت وعملت تقعد وترجع وشغطو وانا طول السمطوم اللي حكيت عليهم انت الحرقان في الراس الوجيعة نحس مانيها كل تنحط راسي على المقدة والي كل مدبس احنا نقول فهمتني مانيها ماذا بي ان نقعد ننزل على راسي باش ننحي الوجيعة فهمتني وساعات اللي بالحق معنا نكنت نشيط في القلب خطر تهبطلي على الموبلات من تالي ونحس عندي وجيعة معنا كالدقين الكيف معنا شكيت اللي هي قلب معنا سيتري فريقون برشة يشوكوا في المشكلة في القلب وفالاخر تطعها مشكلة العمود الفقري في الرقبة اي انا عملت دنيا ما ما عنديش برشة ممكن شعري ووحدة اتروز من هزوز ووحدة في الفقات سي سانك و سي سانك سي فيسك وامام ما من تزوش عليها بالكل ايرين من هبك عليش اختي انا انا ننصحك انك تعمل ايرين لانه الراديو ستندار هذي اللي عملتها كما قالو لك تنجم الظهر اي ارتروز الظهر اه اه فما فيقش صغير في القناة العصابية اما ما ظهر شي هل فما ضغط على النخاع او اذا فمش الضغط على النخاع اي معنى ان السمطوم اللي عندي مانا ينجم يكون ضغط على النخاع ينجم يكون وبرشا انه يكون ضغط على النخاع ذاك عليش يلزم تعمل ايرين وبعد ما تعمل ايرين المختص اللي يبشر فيك هو اللي يختار نوعية العلاج تنجم حتى الحالة تستوجب عملية جراحية تنجم كما قلنا احنا بكري رو 80% ما يستحقوش عملية اما هو اللي ينصحك بالضبط ما هو طريقة العلاج المثلأ في الحالة متاعك مرحبا بيك اختي ساحة عليك ما زال عنا تليفون واحد اخر مرحبا 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 بوثينا 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 بإلاء النأتي تخلط علينا بوثينا وإلا هدافة ما برشا عبيد تغيي يخلطوا بين الارتروز ومبين المرض متاعنا اليوم أسكن الارتروز هي نجم تؤدي للمرض هذي متاعنا اليوم ولا لا نجم تقول الارتروز هي اللي تابلول البداية البداية اللي هي موصلناش الضغط على النخاء معناها الارتروز هي ستناصم دو فينومين ديجنيراتيف مربوطين زادة بالعمر مربوطين بالليجين دو فيم تاعنا اللي تسببوا في ضيق في القناة العصبية لكن ما غير ما يوصل الضغط على النخاء نحنا خاصة نتوى ننبه العباد ونعطيه في الأعراف اللي هي ناتجة على الضغط على النخاء لأنه معناها طريقة العلاج تختلف فمإمكانية زادة للجرح بكياتك صحة لايخ ليك خلط علينا مدام بوثاينة مرحبا بيك مدام بوثاينة عسلامة أختي مرحبا 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 عايشة مرحبا أسأل الدكتور أنا الأعراضي بحكي عليها لكل معانينا تلاش كننعاني منها وعندي مدة عامين عمارت لياري أهي شكرا لك في الياري مرحبا الياري مرحبا الكنار في البراد دمانشان وليمتي سيكوندار مرحبا بإمكانية مرحبا أستروفيت 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 6-4-6-5 سيكوند أستمر أستمر في رمينا الغوش داكور داكور عندكو جاء على يدك لسار انت داكور أنا كنت رقبتي وظهري أترمون عني منهم مد عامين معني وجي على تطاق داكور كمشي تعمل كليارين هذا أطعتني منجول العلاج طبيعي فيصف علاج طبيعي داكور نحاول نزرب شوية مدام بوثينا خطر الوقت العلاج الطبيعي وبعدها أطعتني دويات على أساس كوني أنا كل ثلاثة أطعتني كمية الدويات الكورشا كما قلنا بكري معناها لو فما تعكر في الحالة معناها نحن نحاول نبحث على الاستابيل أما لو تعكر في الحالة كما عند المدام تحكينا معناها كانوا عند أعراض معينية وتوى الأعراض هذه زادوا عليهم أعراض جديدة الحقيقة مباشرة يلزمها تعاود إيرام جديدة لنجم تغير في الحالة أنه ضيق زيت أنه فما ضرر مثلا في النخاع ولا في الأعصاب متعليدين ووقتها تكون مستحقة لعلاج جراحي كما قلنا العلاج جراحي يعطي نتيجة معناها تقريبا في أكثر من 95% من الرحالات يعطيك صحة دكتور غالاي خليك احنا وصلنا لأخر الفقرة اللي معاك اليوم يعطيك صحة على التوضيحات نشال كل المستمعين بالكدير يعطيك صحة إن شاء الله قدمنا الإغافة إن شاء الله فهمنا المرضج معناها الميلوباتي سيرفيك أتروزيك يعطيك صحة بارك الله وفيك دونكن بحضينا دكتور فاتحي بايوذ طبيب مختص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري يعطيك صحة دكتور بارك شكرا ما تبعد شبعي هنا راشعين صحية التقويم ما نتقفش نحكيو على الأعراض وأسباب التأتؤ وترق على العلاج متاح مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك عاش كاتك صحة هيت مرحبا بك نحكيو دجا شنة هي التأتأ قبل ونبعد نشوف تفاصيل الموضوع شنة هي التأتأ هي معناتها منفست بار دي ريبتشيون انفلنتيق متاح الحروف دي سيكاداشون وانتخوب بالمعناتها ريسبيراشون إرغوليار يعني نلقاول هنا السيجي عنده مشكلة في طلاقة متاح الكلم النطق متاح وكالك سوى معناتها تتمثل أو دي بيو معناتها دي مو في أول حرف من الكلمة وإلا في أول كلمة من الأحديث متاح من الجملة متاح باي هذي هي التأتأ كيفش تأتأ بيتولد بيها العبد ولا من بعد جي بيهلاج دا برشان بتاع البيجيمون اللي هو نجمو قولو احنا دياجنوستيك النجمو معناتها نعملوها الاج ديزوية مو يعني بريسك من العامين حتيكش لالستة سنين هوني نحكي على البيجيمون ديفلوبمونتال يعني تأتأ نقولو احنا توكويك مشي ويزيد عند الزغير شو ويبدأ يتأتأ وحده وقت يزمن نتحير ونقولوش لا عادي ما زال يلغي ما زال سلسان وما تسرح شو هنا لازمنا اول حاجة نفرق وفما بيانسور نعرف احنا صغيرات الكل كي يبدأ بش انطقوا اول مر مش كلهم يعني بش انطقوا بفاص يعني ريجوليير دونك لازمنا اول حاجة مفرقوا بين الازيتاشون خاطر باشا دباران يغلطوا مفرقوا ما بين الازيتاشون اللي هو صغير من اللول دجا ما زال ملقاش يعني الافكار ما زال يتعلم في تكوين الفخاز متاعه ومفرقوا ما بين البقييمون اللي هو التشخيص متاع يكون معنات دقيق جدا بي منش جي التعتق هذي بي دونك نجم وحط شليوم ما معناش معنات كوز دي كوز معنات فوندمانتو مي سيسون معنات درجين جينيتيك وعندهم بيانسور معنات اللي بالاسباب يعني عصبية افك زاد التوم تعدوز دوبامين في الدماغ يعني نجم وقلو فما برسنتاج اللي هو ست انكوز جينيتيك يعني جيني عصبي كيفش نجم ونطلح المشكلة بيانسور المشكل يعني الريويدوكاسيون اختفونيك احنا دي ما ليه الامليوراشون متاع السيجين متاع متاع الباسيون حسب الدياغنوستيك اسكو ست الدياغنوستيك يعني بريكوس احنا معنات قام الاكتشاف متاع البيقيمون في العمر المناسب اللي هو الالاج بريسكولير يعني قبل المدرسة بين سور دونك الهنا الريويدوكاسيون بنصير تكون اسهل واذا يعني بالطبيعة يكون البيقيمون يعني فيها دي بلزيور معنات احنا مش نحكي على بلزيور تيب في البيقيمون اللي هما تلاثة انواع لازمنا نشخص بلقد ايسكو البيقيمون يعني تقف جسط على يعني المعاودة متاع الحروف وإلا توسكي فيه تنسيون مسكولير ونفو معنات دي غريما متاع للوجه وإلا متاع للزيبول وإلا دي كو دونك الهني تريز important الاج والعمر والتي متاع البيقيمون اسكو فيسع فيسع الصغير وإلا العبد ما يبرى متاعت هذي وإلا فشتو عمت بات وحي توفل نو هي البيقيمون يعني دي جنوستيكي برمي ستستان معنات إن ملادي اللي هي برسيستان تنجم معناتها تقعد بيانسور ما كما قلنا احنا رانا من اللول نجمو نخدمو على الامليوراسيون حسب العمر وحسب الوقت متاع الدياجنوستيك يعني تكسحة لا يخليك عندك حشو أو تحب تضيف في الموضوع متاع لام كما نجمو حبيت نقول كما نجمو معناتها هو مش هذك اللي يبدأ عند الصغار يكامل معه في الكبر ولا ينجم يجيه في الكبر واحد ديكوز ديكوز اخرين اللي هما مثلا ديكوز بسيكولوجي ولا دي تروماتيزم كرانيا معنات دي تروماتيزم au niveau de سربو يعطيك صحة لا يخليك مدام راني على طب تحضر قدمتهم نا اليوم احنا وصلنا لاميسيون متاعنا مرسي ياسمين في الاعداد مرسي الامين في الاخراج وميرتل زوال انا في EFM متTV كنت معكم هجر الحنيش باي باي في لامين